أذكر كذلك لما ديت الباك ورحت نقرأ في الجامعة بابا كنت نقرأ حنا نسكنه في مدينة تجنان تجنان هذه تبعد سبعين كيلو على قسنطينة ونظروا أننا ننكبوا في الحافلة أذهبوا ونقرأوا كنت عندي إقامة موقيم فيما في الجامعة أنه بابا ما عندو شوش يمدلي دراهم يمدلي عشرين الف ويقول لي أبني ويكاندي يقصد أن نقعد أسبوعين عشرين الف أسبوع كنت نقدر أن نركب سبع ألاف بسبعين دينار والروتور بسبعين دينار يعني ربعتاش نلف وإنما نوصل لمحطة الحافلات بعشرين دينار يعني نركبوا من المحطة الحافلات إلى الجامعة بعشرين دينار قال يروتور يعني ربع ألاف ن张 اني نعيش بعشرين دينار أسبوعين لأنه بابا يقول لي ويكاندي يا بني أراني ما عنديش باه أذيكي معذرة كنت فكرها تسبب لي آلم كبير أني نضطر نعيش معذرة نعيش بعشرين دينار شكرا أذكر كذلك لما نجوز الجامعات فضلي سمحني فقط في النقطة هذه 20 ألف وش حال كانت عندها هذه يعني السنتاج ش حال كانت في عمره 23 سنة سنة باك دو ميل كما نقولها سنة الفين لما اديت الباك بابا كان يميد لي عشرين الف عشرين الف سنة الفين كانت والو أولو أكيد قادرة تكون عندها نسبة لما تركب بها وتستخدمها في الحافلة سبعة آلاف آلي وسبعة آلاف روتور ربعتاش نالف وزيد تركب من محطة الحافلات بعشرين دينار وتعاود تدي الروتور بعشرين دينار يعني ثمانتاش نالف يعني نقعد عايش وسبوعين كاملين بعشرين دينار والحاجة اللي سببتلي آلم كبير أنه مع أصدقائي صحابي أني معهم بعشرين دينار هما يخرجوا يتقهوا وياكلوا وجبات خفيفة أنا يا تمن دايما نخرج معهم عادي لكن سببتلي إحراج كبير أنهم كانوا دايما يخلصوا عليها ومن بينهم كانوا بعض الأصدقاء يعني نمسامحهم عادي كانوا ما يعرفوش يهدروا ويقول لي حرق جيبك علاه دايما نحنان يخلصوا لك قصدهم زعماء على أساس عشرين دينار أسبوع ما عندك نعم أنا ما عنديش عشرين دينار ما عنديش وتفضر بعض الأصدقاء ما يعرفوش يحكيوهكذا ويقيسوني في ذاك الوقت أنا كانت ثقة في النفس ما كانش خلاص الفقر اللبسة ما كانش باسكو شاب جامعي ما عنديش لبسة ومعنديش بها نشيري لبسة عندي ثلث لبسات أو ربعة نجوز بهم العام كامل العام كامل هذا هما مثلا واحد وش يقول لي مثلا مفكر صاحبي هذا الانتيم يقول لي أنت دايما نفس اللبسة هذي هو بلك هدرها بنية عادية لكن أنا كانت سبب لي ألم كبير لأنه بلك ربما نجحت كان سببه الألم نعم